أعزائي المستمعين عرفنا نوعين من أنواع الفهارس المكتبية التي تضمها المكتبات الفهرس المطبوع والفهرس المحزوم والآن نقف مع الفهرس البطاقي ما المقصود بالفهرس البطاقي؟ هي عبارة عن بطاقات يسجل على كل بطاقة مدخر مستقيل ثم ترتب هذه البطاقات ترتيبا أبجديا داخل أدراج معدنية أو خشبية إذ إن كل بطاقة منها تجتمل على معلومات خاصة بالكتب ذات التخصص والمعلومات المتعلقة بالمؤلف أيضا فهي بمثابة الخريطة التي تبعث للباحث معلومات بين عينيه لا يبذل في الوصول إليها جهدا كبيرا أما هذا النوع من الفهارس الفهرس البطاقي فله مميزاته كما أن له عيوبه أما مميزات الفهرس البطاقي فهو المرونة الفائقة حيث يسهل التعديل والإضافة والحذف فيه وهو ما تحتاج إليه كما قلنا المكتبات فمنها ما يضاف إليها ومنها ما يحزف منها ويسجل ذلك كله على هذه البطاقة التي تجتمل على معلومات الكتب أيضا يسهل تزويد هذا النوع بالوسائل الإرشادية الكثيرة وأيضا يمكن إضافة بطاقات لمخطوطات جديدة بسهولة ويسر دون المساس بعملية الترتيب وكذلك هذا النوع من البطاقات لا يتلف بسرعة أما عن عيوب الفهرس البطاقي فهي كثيرة لكن في مقدمتها أنه يشغل حيزا كبيرا وكذلك هذا النوع من الفهارس معرض لنقصان بسبب فقدان البطاقات أو وضعها في غير موضعها الذي أعدت من أجله وعند إذن يسهل فقد الكثير منها من الصعب إعداد نسخ إضافية من هذا النوع ولذلك يصبح عزيزا وأخيرا هذا النوع لا يمكن استخدامه من جانب أكثر من فرد يقف على درج واحد وعند إذن تضيق الدائرة أمام الباحثين وبذلك نكون قد وقفنا على بعض هذه الفهارس التي تجتمل عليها المكتبة وبقية نقاط الموضوع نقف عليه في الشرائح التالية